الشركات هم اللي رتبوا هذا الموضوع لإعادة السيطرة على المنطقة وإعادة الثروات اللي خسرتها في العراق بعد عملية تأميم النفط في سبعينيات القرن الماضي وكان لابد من إعادة تنظيم المنطقة من جديد لم يكن هناك إمكانية أن تعود المنطقة للتنظيم من جديد ما لم تخلص الشركات من أنظمة كانت موجودة في المنطقة وأولها النظام السابق في العراق وبعدين التفت على بقية الأنظمة في دعوة اسمها الربيع العربي لتغيير جغرافية حتى هذه المنطقة نحن نريد أن نمجد بشخاص النظام السابق ولكل نظام هو سلبياته ولكل نظام مشاكله لكن الفكرة اللي أريد أن نقدمها أنه لا يوجد هناك سياسيين حقيقة سياسيين بالمعنى الحقيقي للسياسيين استطاعوا أن يقودون البلد ولهذا نشوف أنه أمريكا لمن جابت هذه المعارضة أو لمن جد في هذه المعارضة لم يكن تقريبا بينهم أي واحد كان مجرد يمكن شخصين كانوا يحملون كفاءات معينة وهذول الشخصين أبعدوا بداية أبعدوا من المشهد العراقي واستلم العراق ناس ليس لهم أي خبرة سياسية وليس لهم أي باع في عملية قيادة الدولة ولهذا العشوائية في القيادة صارت بهذا الشكل كان هم هذه القيادة اللي يجدت ولأنه تعرف نفسها كل زين إنه هي قيادة مرحلية فحاولت أن تستغل كل شيء موجود بالعراق لصالح أن تبني مصالحها الشخصية ولهذا استشرت عملية الفساد بالعراق استشراع رهيب جدا كان مرسوم إلا أن يصل العراق إلى هذا المستوى حتى الشعب والناس يبدون يتذمرون على المنهج الآيديولوجي اللي يجاء به الحكام الجدد والمنهج الآيديولوجي الذي هو المنهج الطائفي مشكلتنا الآن تتفكر وهذا تحليل الشخصي أمريكا أن تنهي موضوع الطائفية في هذه المنطقة بشكل كامل سقطت في فخ عدم حساب حسابات أساسية بموضوع الكعكة أمريكا جاءت لتأخذ الكعكة كلها الكعكة العراقية ولهذا لما جابت المعارضة كانت ضامنة أن ولا المعارضة إلا ولا كامل وهي هذه المشكلة المشكلة أمريكا مدرسة مدرسة زين واقع الإنسان الشرقي وما هي ولاءاته المصيبة تبعيتنا إحنا عندما يبدأون بصناعة قائد ضرورة لا ينظرون إلى خلفياته لأنه إذا نظروا إلى خلفياته رح يبدون حسابات وتحليل ودراسات أخرى جديدة غير اللي الآن موجودة يبيه أمريكا نعم حسبة حساب إنه تأخذ هذول الناس اللي يسويهم قادة وتصنعهم كقادة ضرورة وبعدين بالتالي تستخدمهم مثل ما حاولت مثل ما صنعت صدام حسين وصنعت القذافي هذا بالفعل ما دا يحدث عندنا في العراق لأن اللي يجوي بالعراق ولاءهم الأول إلى إيران ولهذا الكعكة الآن بدت إيران تأكل من عدها أكثر من أمريكا وبدت تتناصف إذا لم أكثر بدت تتناصف أمريكا بتقسيم هذه الكعكة كعكة العراقية لأن ولاء الناس اللي يجوي ولاء إيراني ولهذا بدت إيران تظهر كقوة كبرى وجديدة في العراق وشكلت خطر وهذا صارت تصريحات كثيرة من إطراب إنه هذول الناس السراق هم لا يستحقون ويسرقون المال العام العراقي إنما هذا المال اللي يسرقه هو من حق الجيش الأمريكي ومن حق الشعب العراقي يعني جزئية من عندها للعراقيين وجزئية الكبرى الجيش الأمريكي اللي أسقط النظام بالعراق هذه واحدة من التصريحات التصريحات الأخرى إنه إيراني يجب أن تكف إيدها في المنطقة أن تكف إيدها من سوريا أن تكف إيدها عن اليمن أن تكف إيدها في البحرين وفي كل مكان والمشكلة أنه إيد إيران لا يستطيعون الكف عنها اليوم لأنه إيران الآن تخضع إلى منظومة دولة الفقية التي تدبع منظومة الشيعة الفارسية الأجنبية أما الشيعة العراقية لا تبحث عن هذا الموضوع لأنه لا تؤمن بدولة الفقية قبل عودة المجل التدخل إيران هو تدخل فكري يعني ما معناه أنه هي تريد تعيد أمجاد الدولة الفارسية أو الامبراطورية الفارسية اللي فقدتها بعد أن أسقطت من قبل الدولة الفتية اللي خرجت من الجزيرة العربية واللي قادتها العرب بالعقيدة الإسلامية عندما يصطدم الواقع عندما يصطدم بمصالح أمريكا وخاصة الاقتصادية لا رح يصطدم ورح تحاول أمريكا أن توقف هذا التيار أو هذه المسيرة ورح توقفها بيكون سهولة لأنه هذه المسألة هي مسألة مصير حياة أو موت ما جاءت أمريكا للعراق حتى سقط أقوى نظام موجود بالمنطقة من أجل عيون إيران جاءتني من أجل أن تحقق مصالحها ولهذا أساسا عندما تتضارب مصالح إيران أو عندما تأكل إيران من كعكة أمريكا اللي هي أعدتها هذاك الوقت لا رح يكون هناك مشكلة أخرى المشكلة رح يصير تصادم حتى إن كان مباشر بين إيران وبين أمريكا تمادت إيران باستغلال العراق بشكل كبير جدا ووحدة من تصريحات ترامب لما نقول أنا أعرف كل الزين أنه أنتم مادة تودون أموالكم للي داي سرقون إن كان في العالم وكان في إيران ورح نسحبها من عودكم كلها حتى في إيران كان يريد يدخل عليها ويسحبها أسلوب أمريكا بهذا الموضوع هي أن تختار منطقة منطقة ومنظمة منظمة وتبدأ تضربها لا تنتخب الكل أمريكا تنتخب الأزاء وشوية شوية تبدأ تضربهم وكأنه تقول لنقطع أولا الأجنحة فأمريكا تسعى إلى تقطيع الأجنحة ولا تسعى إلى ضرب العملية كلها وإنما لو أرادت أمريكا أن تغير الموضوع كلية أو متبقي هناك فوضى في المنطقة كانت تستطيع أن تدخل إلى إيران مباشرة يعني تضع إيران أمام نصب عينيها كما وضعت العراق في نصب عينيها ودخلت إلى العراق ونهاته كانت إيران ضعيفة وكانت تستطيع أن تقف ببجه ولهذا فشل أمريكا في تغيير النظام بالعراق الذي طول فترة كل طويلة من فرض الحصار الاقتصادي على العراق ولم يسقط العراق أعطى درس لأمريكا أن تأيد حساباتها من جديد في المنطقة ولهذا أمريكا بدأت تضرب الأذرع يعني الآن مثلا شغلها على حزب الله تود عليها مجموعة معينة شغلها في اليمن تخلي السعودية هي التي تقوم بمقام تقصيص الأجنحة في اليمن مثلا وهكذا إلى أن يصير الهدف الأساسي مباشرة إيران وذلك الوقت ستقدر تركعها بسهولة نتيجة معاناة الشعب الشعب بدأ ينظر المسبب الأساسي في عملية الإفقارة هو جاي من الساسة من الساسة اللي قادوا البلد والساسة لأنه الساسة انتباههم وولاهم لإيران ولهذا بدأت التلاهرات تأخذ منحة آخر بدأت تطلب من إيران أن تخرج من المنطقة تخرج من العراق ليش؟ لأنه هي اللي جلبت هذول الساسة وهي اللي بدأت تتحكم الآن فيهم وهي اللي بدأت تسمح لهم أن يسرقون وهي اللي بدأت تسمح لهم في اضطهاد ونقول العيش بالضيم بالعراق يعني أقولها للعراقيين ولهذا من حق العراقي أن يطالب على أقل تقدير بأن يعيش بكرامة ولهذا بدأ يطالب بخروج إيران مو بس بالبصرة إحنا لو لاحظنا أنه هذه التظاهرات قبل أن تبدأ بالبصرة كانت موجودة بالسماوة كانت موجودة بالناصرية إذن عملياً الشعب بدأ يعي إنه المصيبة اللي ده صير هي مصيبة خارجية وليس الداخلية إحنا مشكلتنا مو في الداخل مشكلتنا ليست في الداخل العراق لا العراق ولا سوريا ولا أي منطقة من مشكلتها في الداخل بالعكس إحنا مشاكلنا تأتي من الخارج دائماً تأتي من الخارج لو إحنا أسعفنا أسعفنا حالنا ولحقنا على أنفسنا في أن يفكر الشيعي بأنه استقلاله ومضر لنفسه قبل أن يكون مضر للعراق لما فكر في الانفصال ولا حتى السني ولا حتى الكردي ولهذا عملية استنهاض الفكر الوطني الآن يتطلب ويجب أن يكون في العراق لماذا؟ لأن مصلحة الأكراد مع المركز ومصلحة المركز ومصلحة الجنوب مع المركز إذن المركز يجب أن يلم كل الناس